السلام عليكم ورحمة الله وملكاته و اهلا بيكم في فيديو جديد هنعمل حلوة لذيذة جدا جدا بمكونين اثنين بس حاجة كده سهلة وبسيطة ولذيذة قوي بكل اللي دقها عجبته جدا بصي بتبقى مقرمشة ازاي منتهى الجمل والروعة والجد هتعجبك جدا من الفيديوينال اعجابكم اعملي لايك وعملي اشتراك وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة معي بيضة هحط عليها رشا من الفانيليا وبعد كده هضيف كوبية من الدقيق والمكونات دي هنمزجها مع بعضها ونضيف عليهم معلقة كبيرة من الزيت بس كده هي دي مكوناتنا فيش ابسط ولا اسهل من كده الاساسية فيها مكونين هنفضل نقلب المكونات مع بعضها كويس جدا جدا فيه ناس هتتجمع معهم المكونات من غير ما يضيفوا مياه خالص وفي بعض هيحتاجوا شوية مياه صغيرين ده طبعا بيبقى حسب نواة دقيق يعني انا احتاجت حاجة كده هنضيف معلقة بمعلقة من المياه لغاية ما نشوفها هنحتاج قد ايه انا احتاجت حوالي 3 معلق كبار كده من المياه بس زي ما قلتلك ممكن بتحتاجيش مياه خالص فعشان كده هناجن ونشوف الاول خالص تعجلناها كده وباقت مظبوطة عندنا هننزل بيها كده على المفرش العجن وهي احاول اخليها ليينة شوية احطي تحتها دقيق المفرش مع الفراق كده بشوية دقيق يعني هحاول اخليها تلين شوية بعد كده هغطيها بقى واسبها حوالي 10 دقيق بس عشان لما اجي افردها لقيها فردت معي ساعة احطي تحتها دقيق وفوقها دقيق علشان متلزقش معي في المفرش والدقيق بس كده وان بتيجي نفردها بالشكل ده لغاية ما نفردها على الاخر خالص عايزك ترقائيها على قد ما تقدري وطبعا احنا عشان رايحناها حوالي 10 دقيقة او ربع ساعة ده يخليها تتفرد معانا ببنتها سرولة انما لو ما يعني لو ما رايحناها مش هتتفرد معانا تبقى مع اسطلاجة كده بس فاني بتجي نفردها بالشكل ده بنا الشابة لغاية ما تبقى رؤيقة خالص عن ده خلاص كده بقت رؤيقة لو في اي كده طروف ملاشي لازمة بنشيلها بس هي حتى لو ما فردتش معك بشكل مزبوط مفيش مشكلة خالص زي ما انا كده عاملة في الفيديو فمفيش مشكلة هعملها بقى شكل مربعات حابة تعمليها شكل مسلثات حابة تعمليها دواير اللي انت حابيه انا حابت اعملها الشكل المربع ده يعني اسهل حاجة هو اسهل شكل ممكن نقدر نعمله هنقطع كل القطع بنفس الطريقة مربعات كده وهنروح حاطينهم على طبق عشان بس ناخدهم نروح نقليهم طبعا قبل ما نبتدي نعمل الحلوة بتاعتنا هنكون عاملين الشربات او السرب لانه لازم نستخدمه هو بارد الشربات او السرب هسيبلك الطريقة بتاعته اخر دقيقة في الفيديو هنروح بقى على النار وحطنا زيت وسبنا يسخن وبعدين نزلنا فيه بالقطع درجة حوارت الزيت بتبقى متوسطة ودرجة حوارت العين نفسها متوسطة بتبسيت لقىها انتفخت معاك على طول بالشكل ده يعني لما نقلل الكمية اللي احنا بنحطها بتندفخ معنا بشكل اسهل اما انقطر الكمية شوية بيتلاعوا منتفخين وشوية ما بيتنفخوش كده يعني فنحط شوية بشوية احسن بنقلبهم كده على الجنبين لغاية ما ياخدوا اللون الدهبي ما بتاخدش وقت نهائي خالص سويني بسيطة وانتوقف جنب النار بككونت عملت وننزل بالقطع التانية ونبتجي نشتغل على كل القطع بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بها لغاية ما تاخد اللون الدهبي ونطلح انا عايز اقولك انها بتدي كمية حلوة جدا يعني على الرغم ان احنا مستخدمناش غير مكونات بسيطة جدا بس هي بتدي كمية حلوة خلاص كده طلعنا كل الكمية وبقى الجهزة عندنا وهي سخنة هنروح نحطها في الشربات البارد لازم تكون الحلويات سخنة والشربات بارد او السيرب بارد علشان يسبب معنا بننزلها ونديها تقليبة ونطلحها على طول لو نقعتها هتطرى معاك مش ترمشها ولا حلوة خالص فضروري ضروري وقرب بننزلها نديها تقليبة في الشربات ونطلحها طلت الشربات زي ما قلتلك هسيبها لك اخب ديها في الفيديو كل الكمية هنعملها بنفس الطريقة الحلوة سخنة والشربات بارد وزي ما قلتلك بتدي معاك كمية وفيرة ونطلحها بقى ونصفيها من الشربات ده ونحطها في فوق التقديم وابقى ده الشكل نائي لها روعة جدا جدا طحفة من الفيديو كنا للاعجابكم اعملي لايك وعملي اشتراك والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر